ينضم ولينا من الخرطوم مراسل الغد أحمد العربي أحمد هل أكدت أو نفت الحكومة السودانية هذا الخبر الإثيوبي هذا البيان أنه تم التواصل إلى اتفاق من ثلاثي محمد حتى إن لم يصدر بيان تأكيد من وزارة الرئيس السودانية إلا أن بيان الأمس حسب مراقبين عن اتفاق الأطراف في عدد من الجوارب الفنية وتبقت قضايا محدودة يمكن أن يعتبر بيان أثيوبيا اليوم هو بيان فقط تفصيلي لما تم التواصل إليه بالأمس والتفاهمات التي جرت في جلسة الأمس حول الوثيقة السودانية التي قدمها للأطراف لكن حتى الآن لا تأكيد على هذه النقاط بالتحديد لكن يمكن أن يفهم أن حديث وزارة الرئيس بالأمس هو ذات التفاصيل التي تتحدث عنها أثيوبيا أنها تحققت حل الرغب من البيان المصري أيضا الذي أكد أن هناك عثرات تواجه عملية تفاوض من خلال تعنت إثيوبيا ورفضها لنقاش حول المسائل القانونية التي تتعلق بفضل لزاعات المستقبلية بين الأطراف الثلاثة وإصباق الصوغة القانونية على الاتفاقية الخاصة بملأسد وهل هناك أي مستجدات فيما تعلق بالمفاوضات في جولتها الأخيرة سيما بعد تجديدها لساعات؟ نعم محمد قبل قليل كنا داخل وزارة الرئيس السودانية حيث الآن اللجنة الفنية تعكف على تعديل الوثيقة السودانية بإدخال ملاحظات تم التعليق عليها من قبل وزراء الرئيس واللجانة الفنية في دول مصر والسودان وإثيوبيا بالأمس اللجنة الفنية حسب رئيس اللجنة متفائلون جدا بالوصول لتوافق حول هذه الوثيقة المعدلة باعتبارها تحتوي على عدد من الملاحظات التي اتفقت الدول ربما على إدخالها والنقاش حولها من خلال جولة الغد عموما النظر الآن إلى جلسة الغد والتي هي تأتي بوثيقة سودانية بها مجموعة من التعديلات والملاحظات من الدول الثلاثة وأن كان مصر والسودان وإثيوبيا وربما تعتبر جلسة الغد هي جلسة حاسمة مع وجود التفاول السوداني لكن يمكن اعتبار أن هذا التفاول هو تفاول حذر حيال ما يمكن أن يطرح فيها الساعات الأخيرة ربما من مقترحات أو من محاولات تعديل أخرى على الوثيقة التي تم التوافق عليها مسبقا نعم محمد مرسل الغد في الخرطوم أحمد العربي شكرا لك ترجمة نانسي قنقر